اشتركوا في القناة 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 من اجل ان تستمر الكويت في طريقها الصحيح وهذا واجب علينا كلنا كمواطنين ان نقوم فيه انا لا ازايد على صندوق الجيش ولم ازايد على صندوق الجيش صندوق الجيش بنبدأه المقفور له الشيخ ناصر صباح الاحمد ما انا الا عضو صغير بفريق يستمر في هذه القضية نعم ماهو صندوق الجيش ولكن هذه القضية من خلال صندوق الجيش وجدنا هناك قضيتين جانبيتين بعد الفتح ملفات في مكاتبنا الخارجية واحدة تتعلق في عقد مشوه ولديه عقد بديل في اجهزة حساسة ليس موجودة لدينا في اجهزة الاستقبارات وهذا ما بلقت فيه والاخر يتعلق بان هناك محاولات للتصعيد مشروبات كحولية في طائرات للعسكرية وهذا ما وجدنا فيها بعض الوثائق من خلال مكاتبنا العسكرية ولذلك وجب علينا ليس غضية صندوق الجيش والمال العام والغضايا هذه ولكن هناك عقود مشوهة وأجهزة حساسة تصل إلى التجسس وجدناها مدفوعة من صندوق الجيش ولا توجد هذه الأدوات داخل استخباراتنا فلذلك الأجهزة تقوم بواجباتها من نفسها بناء على هذه المعلومات وجدنا أن هناك أوامر بتركيب صناديق تحتوي على خمور في الطائرات العسكرية علمنا أن بعضها عبر للكويت وبعضها كان هناك طيارين أبطال رفضوا أن تركب هذه الشحنات في طائراتهم هذه قضايا ثانية جانبية ولكن تصل إلى مشؤوليتي كوزير ومشؤولية مزارة الدفاع أن يتم التحقيق فيها وهذا ما تم فلا أريد أن أزايد على أحد ولا أنا سوبرمان أنا عضو من عرض حزمة تشتغل من أجل وطنها وتعمل من أجل وطنها متى ما قدرت أقدم سأقدم ومتى ما قدرت أن لا أقدم سأطلب إعفائي ولله الحمد بنفس راضية اليوم نحتاج إلى هدوء قلتها في أول جلسة وأعيدها هذا الموضوع تم التحقيق فيه باعتقادي بأكثر شفافيته نيابة قضاء عسكري مباحث جنائية لجان مجلس الأمة وسنعرف الحقيقة وسيأخذ المقطئ حقه من خلال الغانون والأنظمة وليس من خلال أي جهة أخرى شكرا شكرا